موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة اليوم سنتحدث عن مكامرس ولكن قبل أن تشاهد الموضوع دعني أقول لكم قصة أو أعطيكم مثال ما الشركة الآن عندما أشتري بضايعها أونلاين بدال ما تخليني أدفع من خلال الموقع تبعثني حق موقع أقدم الدفعات أو دعني أدفع من خلال الكينت وبعدين أرد على موقع الذي أشتري منه أعطيكم مثال أنا إذا رحت سينسكيب ما راح أدفع من خلال السينسكيب ويب سايت أو الموبايل أبليكيشن بالأحرى راح يبعثوني حق ال نبيكي جيتوي عشان أدفع من خلال الكينت بعد ما أختار البنك وأحط الرقم السري وأحط الرقم البطاقة ولما أخلص من عملية الدفع راح تردني مرة ثانية على السينسكيب وأحجز الثباكر طلبات بتخليني أسوي نفس الشيء فيفا وريدو وزين هم قاعد يخلوني أسوي نفس الطريقة ف الشركات اللي قاعد تسوي هاي الشغلة قلنا أساميها ليش برايكم قاعد يخلوني نسوي تشذي الهدف منه أني أكسب ثقة اليوزر لأن بدال ما أخلي أو أخزن معلومات اليوزر المشتري على موقع السينسكيب زين الوطنية وريدو وفيبا أيا كان المعلومات مخزنة مع الشركات مالة الكينت أو المنوق فلذلك ما أطلب منهم أن يقدمون لي الدفع من خلال موقعي إنما أبعثهم على موقع آخر ومن خلاله بعد عمليات الدفع البينك أو الكينت راح يبعثني مرة أخرى على موقعي فالهدف منه أني أنا أقدر أبني ثقة اليوزر أو المشتري عادة الآن أستخدم هذه القنوات أو عمليات الدفع هذه من خلال الموبايل مثل السمارتفون الآيباد أي أنكان وهو باسيكلي المعلومات اليوم يتحدث عن موبايل كمبيوتين كمبيوتين فخلنا نعرف إحنا شنو يعني أم كامرس أو أم بزنس أو موبايل كامرس أو أم بزنس أو أم بزنس أو أم بزنس سيكون أم كامرس الأنسر سيكون أم بزنس أو أم بزنس أو أم بزنس أو أم بزنس أو أم بزنس ولكن إذا احذر استخدام كمبيوتيني من خلال الموقفة من خلال الموضوع بزنس فرح تلاحظون أن الموبايل الدفع استخدمتك كل موضوع اللاكتاب استخدمتك كل موضوع الأم بزنس الأم بزنس بس لما استخدمت الديس ما تبرتك كل موضوع فشنو يحددلي او يعرفلي الامكامرس راح تلاحظ ان التعريف الملائم للموبايل كامرس الامكامرس او الامبزنس is any business activity conducted over mobile devices in other words الامكامرس يساوي الامكامرس using mobile devices الموبايل ديفيس هني مو بس انها تعتبر اجهزة محمولة ولكن كذلك تعطيني حرية التحرك يعني ما لا شغل بالWi-Fi ما لا شغل بالNetwork type it has to give me the opportunity to move around freely and carry the device and therefore it would be considered as an M-commerce so why would I make purchases online for example if I'm trying to book a movie for Aya through Cinescape application why would I make purchases online using my iPhone ولا l-iPad ما هو الهدف مننا ذلك الناس اول شيء انه what makes M-commerce different are these different features and ubiquity convenience interactivity personalization and localization شنو يعني اليبقوتي means being available at any location at any time يعني التليفون عادة انا شعنا معاي واكدر استخدمه استخدمه في اي حزة ابي لذلك انا اكدر استخدم الاجهزة هذي لاجراء عمليات التجارية اي حزة ومن اي مكان طبعا مو معناته انا ديش نص البحر ونص الصحرة وماكو شبكة بتقول لي هذا M-commerce لا انت لازم هم بكونوا هناك في شبكة او لكن بالتوقع انه بكونوا هناك او سيجنل يمكن خنقل مو فريلي مو من هذا المطلق كذلك احد ان شاء الله اللي تميز الممكومرس الـ لان انا الهين اقدر بسهولة احجز تذاكر السينما احجز تذاكر السفر ادفع مخالفاتي ادفع فواتيري ليش؟ لان الجهاز المحمول شايلة معايا 24 ساعة فبالتالي سهل لي عملية الدفع والتعامل مع الجهات المختلفة فهذا لذلك هي مستخدمة أيضاً انتراكتيف لأن الاجهزة التي تحمل هذه الأجهزة ستجدها أنها ستجري المعاملات التجارية من خلال صوتها من خلال الضغط على الأزرة المختلفة أو الأشياء الموجودة في الموبايل تجري المعاملات التجارية التي نستخدمها على جهزة محمولة مثل الإيباد والآيفون والنوت هم تجري المعاملات التجارية ليست مثل الكمبيوتر في البيت أو في المكتبة أو في الكافي هناك الكثير من الناس يرون أن يستخدمونها بس أنا أقول أن M-Commerce is personalized لأن بس أنا اللي راح أستخدم تليفون النقال ما راح أخلي واحد ثاني يستخدم تليفون النقال لذلك personalization is a unique feature of M-Commerce بس what makes M-Commerce different than all other types of e-commerce سواء كانت e-government e-learning أي مكان الفيتر هذه نسميها localization شنو يعني localization localization means that I know where a user is physically located at any particular moment when I'm offering my services يعني لأن أنا أقدر أحدد بالضبط أنت وين موقعك في أي لحظة فأقدم لك الخدمات بناء على الموقع مالي على سبيل المثال إذا أنا في الشارع وسيارتي ووقفت عليه لأنه خلص بنزيني أقدر من خلال التليفون أقول أي هي أقرب محطة بنزين لي ولأن التليفون مالي مجهز بالجي بي اس راح يعطيني الخريطة اللي حوالي وراح يحدد لي بالضبط أي هي أقرب محطة بنزين لي عشان أروح أتزود بالوقود فهذا ما يجعل محطة محطة مختلفة من محطة أخرى وهي هي localization بس واحد يقول مثل إحنا نعلم أن هذه الشغلات مفيدة لنا كيوزر بس الشركات لماذا تستخدم محطة محطة محطة؟ قالك والله يبقى أن الحين أصلا تغيرت الثغافة أولا لأن قبل كنا نشيل لابتاب معنا نستخدم الدستعب كمبيوتر حاليا معظم الناس قاعد تشيل أجهزتها أنه قاله ما راح تلاقي أحد من الابتاب راح تشوفهم شاعرين معاهم الآيفون أو الآيباد أو whatever mobile devices they're carrying ولا ننسى كذلك أن الحين الأجهزة كلما قاعد تتطور أكثر وأكثر وقاعد تكون الفيتشرة التي فيها متطورة زيادة فالوائد العبادة من المجموعة مفيدة فالوائد العبادة من الموجودة يمكن تطور أجهزة رائعة مفيدة عن الموجودة المستخدمة لأن المستخدمين لا تستخدموا أي مشكلة في الحلوات المتحدة هنالك لا ننسى كذلك أن الحين الاندستري تغيرت قبل كان يعتمد على المانفاكتوري الآن سيكون كلها عن سيارة أنا الآن مرح أبيع لك الأكل أو أبيع لك سيارة أنا الآن رح أقدم لك خدمات حيث نقول أنك تغسل سيارك أو أنك أعطيك environment حيث البيئة اللي رح تاقي الفيئة فإنه كله عن السيارة الآن والأفضل للسيارة هو بإمكاني موبيل أو الأمكامرس لا ننسى كذلك أن نظم الشركات سواء كانت مانيفاتشوري أو تلكميكيشن كامpanي سيارة موبيلات موبيلات ما رح يأطونك دعاية ويقولون لك اشترك معان ونعطيك desktop ولا نعطيك laptop رح يقول لك أنه تعال اشترك معانا عشان نعطيك telephony date تعال استخدم خدماتنا عشان نعطيك جهاز iPad على سبيل المثال فالبندرز are pushing for the use of أمكامرس as opposed to regular e-commerce لحين أتى الموظفين اللي قاعد يشتغلون are always moving لأنه يدرون أن they don't want to waste their time commuting or traveling فwhile they're moving they're also working on their devices وأفضل طريقة للعمل من خلال حتى أثناء التنقل راح تلاقي من خلال استخدام الأجهزة الهواتف الذكية أو الأجهزة المحمولة النقالة and doing their own commerce because of the reasons we have listed above في المحامرة اليائية إن شاء الله راح نتكلم عن location-based services وشلون إحنا كيوزرز وشركات نقدر نستغل هذه التكنولوجيا لديدة I hope you enjoyed this lecture and I look forward to talking to you in the near future مع السلامة